تهدمت جدران مدينة كانو التي تعتبر اكبر المدن النيجيرية في شمال البلاد التي كانت تشتهر يوما بقدرتها على حماية المدينة التاريخية من الغزاء ليتبقى منها نسبة لا تتجاوز 25% تمتد هذه الجدران على مسافة 23 كم بارتفاع 10 أمطار ومص واساس يبلغ عمقه 8 أمطار ووصلت هذه الجدران التاريخية الى هذه الحال بعد عقود من الإهمال وعدم الترميم علي عبدالأمين متحف جيدان مكام الوطني تعرضت الجدران لتدهور كبير بمرور الزمن وبدأ التدهور بعد احتلال كانو في عام 1904 وذلك بسبب المشكلة التي كان الجدار يمثلها للغزاء الاستعمارين وبعد الاحتلال حرصوا على عدم بناء الجدار اشتهرت مدينة كانو منذ قديم الأزل بأنها محطة لطرق التجارة العابرة عبر مدن الصحراء الإفريقية الكبرى التي تربط مدنا في إفريقيا وجنوب أوروبا وفي عام 1953 أعلنت الحكومة النيجرية الجدار أثرا وطنيا وتعهدت الإدارات المحلية المتعاقبة بترميم الجدار وأصلاحه ولكن لم يجري وضع أي خطط ملموسة لذلك حتى الآن وتحولت أجزاء من الجدار إلى أماكن لإلقاء القمامة فيما احتل أخرون أماكن منها بطرق غير قانونية لبناء منازل متاخمة للجدار لتزيد عمليات الحفر ونقل الرمال من الخراب الذي حل به ويعتبر كثيرون من سكان مدينة كانوا الجدار جزءا مهما من تاريخهم إذ يأملون أن تقوم السلطة بأي شيء لإنقاذ ما تبقى منه للأجيال المستقبلية محمد الجبالي رايتوس ترجمة نانسي قنقر